كيف تقرأ هذا الاتفاق بين بريطانيا ورواندا؟ أولاً أن أتساءل ما هي العجلة وما هو الذي يدفع دولة عظمى مثل بريطانيا ودولة غنية مثل بريطانيا أن تذهب إلى رواندا وتبرم اتفاقاً أقول نادراً أن بعض الدول يبدو تنفذ سياسات من هالنوع إلا إذا كانت لحساب الأجندات الداخلية وقد ذكرت موضوع الفضائح المتعلقة بالحفلات والانتهاكات وإدانة بورج نصف في هذا الوقت ثانياً أن الأمر يأتي في عز خوض بريطانيا بمزدوجين حرب في أوكرانيا ومواقفها في أوكرانيا واستقبالها للاجئين الأوكرانيين فهنا يبدأ هذا الجدل الداخلي لا أعرف إلى أي مدى هذه الديمقراطية الكبيرة بإمكانها أن تمرر شيء من هذا النوع علماً أنه ليس هناك أي ضغط اقتصادي بريطانيا التي استطعت أن تتجاوز البريكسيد وستطعت أن تجاوز موضوع الجائحة بتمويلات كبرى لكل هذا الاقتصاد لا تستطيع أن تتحمل حالة من هذا النوع حتى الآن ما نعرفه أن هذه الدول عادة تأخذ تدابير ربما مشددة لمنع الدخول أما أن يدخل الناس إلى بريطانيا بعد ذلك يرسلوا إلى أوكرانيا أعتقد أستراليا تفعل ذلك يذهبوا إلى رواندا أستراليا تفعل ذلك لكن في منطقتها بمعنى تأخذ هؤلاء وترسلهم إلى جزيرة معينة في المحيط شيء مفاجئ جداً ولا أعرف إذا كان وعلى فكرة يعني هو مكمل لذهنية البريكسيد أنه من باع البريكسيد للبريطانيين هو أراد أن يقول أنه عن طريق خروجنا من الاتحاد الأوروبي بإمكاننا أن نسيطر على حدودنا لأن الأوروبيين لا يسيطرون على الحدود لأن التشريعات لا تسمح بذلك وبالتالي نفس السلوك هيدا سيذهب في هذا الاتجاه ولكن إلى أي مدى يعني يتضمن مثل هذا الاتفاق معاملة غير إنسانية للاجئين خاصة أنه دولة مثل رواندا يعني تاريخها في قضايا حقوق الإنسان غير ناصعية تماماً أولاً كان دائماً كان في كان في انتقاد لأي دولة تضع المهاجرين في معسكرات يعني أعتقد في السويد أو في فرنسا وكان يضعون المهاجرين في معسكرات طبعاً معسكرات خمس نجوم يعني مش هون الموضوع لكن يعتبرون أنه هذا نوع من المعاملة السيئة رغم أنها ليست سيئة لكن على الأقل ليست إنسانية بالمعنى المتعارف عليه على الأقل في المستوى المتقدم ثانياً أنه الذهاب إلى دولة كرواندا وهي ليست مثالاً في موضوع احترام حقوق الإنسان وكل ذلك لكن أنا أتساءل أنه الخبر جديد أتساءل هل قوانين بريطانية تسمح بذلك هل المحاكم البريطانية ستمرر ذلك هل هناك تشريعات وسوابق دستورية من موضوع الدستور هذا يعني إشكالي في بريطانيا بإمكانها تمرير ذلك لأن هذه المعارضة حالياً وهذه المعارضة لا تملك الأغلبية أو طبعاً لا تملك الأغلبية لكن لا تملك إمكانية أن تعارض قراراً حكومياً بهذا الشكل لكنه بشكل أو بآخر يعبر عن هذا المزاج الحاكم في بريطانيا من قبل هذه الحكومة التي تفتخر بقوميتها ودفاعها عن بريطانيا العظمى وبالتالي حمايتها لحدودها ولكن هذه الحكومة بهذا التفكير هي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين اليوم هنا هذه استخدامنا لمفردة ازدوجية المعايير هنا مفرطة جداً لأنه بأي حق أنت تستقبل اللاجئ وترسل اللاجئ إلى رواندا وبأي حق لديك حالياً تفريق بين الأبيض والأسود وبين المسيح والمسلم وبين أصحاب السحنة البيضاء والسحنة السمراء طبعاً هذا كلام خطير في بلد مثل بريطانيا وأنت تعرف أكثر مني هذا الموضوع العنصري موضوع كيف يمكن تسويق هذا الإجراء هذا التدبير هذا القرار المقترح من قبل وزيرتي داخلية يعني مشهورة بقرارات شبيهة من هذا النوع وهل هو فعلاً جزء من جهد لتبديد هذه الحملة الجديدة التي تطالب باستقالة بوريش جونسون بعد إدانته في موضوع فضيحة الحفلات لأنه أيضاً في موضوع اهتمامه بالحرب الأوكرانية وقيل أيضاً أنه هذه أنقذته وأنقذت إمكانية استمراره في الحكومة على رأس الحكومة البريطانية ترجمة نانسي قنقر